بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج Z Defender من iMedia Sports بتشرف دايما بتبعيدكم وبتشرف بتعليقاتكم وإن شاء الله دايما نكون على قدر السكر طبعا مبارح شفنا مبارات النادي الأهلي والمصري أداء ولا أرواع ولا أجمل من لعيب النادي الأهلي وتركيز الجهاز الفني مبارح وده اللي دايما متعودين عليه مع النادي الأهلي الروح الكتال من بداية المباراة والأداء برح ما شاء الله أداء ممتع وحتى يمكنه إحنا بنتفرج على المباراة والناس كتير أكيد زي ليه النادي الأهلي ما بدأش المباراة بنفس الشكل وبنفس الإسلوب وبنفس الطريقة في مباراة تحاد العاصمة الجزائري وهو ده اللي بتكلم فيه دايما إن لعيب النادي الأهلي لما بتمتلك الروح ويبقى عندها الإصرار ونزلين مركزين بتشوفوا الأداء بيبقى عمل إزاي مباراة بصراحة كان أداء ممتع مجبرة كانت جميلة استمتعنا حتى طريقة الأداء في الملعب والتمركز للعيبة وتركزهم والكتال بتاعهم على الكرة طبيعي إن انت هتكسب حتى بعد طرد باهر المحمدي الناس تقول لك هو سبب الطرد لا على فكرة من البداية النادي الأهلي باين إن هو نزل مركز اللعيبة نزلة عايزة تكسب عايزة تعود الهزيمة عايزة تصالح جماهيرها فالطبيعي إن اللي هيزهر الأداء بالشكل ده والمكسب هيبقى من نصيب النادي الأهلي لإن خبرات لعيب النادي الأهلي وكوتهم في الملعب في أي وقت تقدر يعني حتى إحنا بنتفرج طبيعي إن انت في أي وقت هتحرز هدف لحد ما أحرز الهدف ريدا سليم هي بصراحة كان هدف ممتع التركيز من إمام عشور أنا بس في ناس ممكن بعد الناس ممكن ما تلاحس الحاجات دي أنا كلاعب ممكن أحسها أو ناس كتيرة جدا لعيبك وده ما يحسوه سرع ترد الفعل كان على فكرة كان ممكن أي يوقف في الوقت ده يأنم فيها أو يتمع فيها هو لمح ريدا سليم بس بترفع نيه أما عملها له كده خلاص ريدا سليم كان مركز خد القرار التزديدة بتاعته دخلت في المرمى بشكل شكل جميل بصراحة طبيعي إن لعبة النادي الأهلي هتاخد الثقة لإن الهدف ده كان مهم وخصوصا كمان إن كان فيه غضب وزعل من جمهير النادي الأهلي بعد مباراة اتحاد العصامة الجزائري بس تركيز لعب النادي الأهلي مبارح حقيقي أنا بحييهم على الأداء وعلى الروح اللي كانت موجودة في الملعب وحتى تركيز مستر كولور من البداية يعني فيه اتنين لعيبة نعايز أتكلم عليهم وهو إمام عشور وريدا سليم بصراحة اللي اتنين صفقة نكحة للنادي الأهلي وصفقة هتفرق بشكل كبير جدا مع النادي الأهلي في الفترة اللي جاي أولا عندهم الجراءة عندهم الخبرات عندهم الروح جوه الملعب وفيه حالة حلوة جدا ما بينهم هما اللي اتنين ممكن دي بقالنا فترة كبيرة جدا ما بنشوفهاش اللي انسجامه والدويتو اللي ما بينهم بهم بعض في الملعب رغم النوع اخدوا بالكو ده يعني ده تاني مطش ليهم فانت عشان تتأقلم على العيب بتقعد فترة بس فيه لغة تحوار ما بينهم بهم بعض وهو ده اللي فارق مع النادي الأهلي حتى مبرح أداءهم حتى يعني فيه كرة كده ممتعة فريدا سليم من اللاعبة الكويسة جدا وعافكة كان ظاهر عليهم بداية المبراجة ممكن انا قلت الحلقة اللي فاتت ان حقيقي ريدا سليم وامام عشور كان متقلقين المبراجة لاتحاد العاصمة الجزائري بس لسوق أداء اللاعبة والشكل العام للفريق هو اللي خلاهم ما يظهروش بالشكل ده مبارح كان وارد ان ممكن يبوا متعصبين كان في عليهم ضغوط امام عشور تعرض لحملة كبيرة جدا من صفحات صفحات الزمالكوية وغي ما عافش ده هيمشي واصلخناته مع الشيناوي طبيعي طبيعي ان هيحصل مع امام عشور ويمكن نفس التجربة دي حصلت مع قهربة على فكرة بس قهربة كان الرد بتاعه في الملعب امام عشور من اللاعبة الموهوبة لعيب مميز جدا حتى في يمكن اتكلمت عليها مبارح رؤيته للملعب القرارات بتاعته اللي بياخد جواه الملعب حاجة مميزة عنده الجراءة عنده شخصية ما بيخافش يمكن اخر تقريبا اخر لعيبة شفناها بيعملوا اللونج باس او تغييرة الملعب يعني بخلف طبعا الجيل بتاعنا يعني كان تقريبا على معتاقد يعني افضل لعب في الحتة دي كان بيعملها كويس اوي كان عبدالله السعيد وكان مميز فيها امام عشور رجع تاني خلانا نرجع نعيد الزكريات حتى والله انا مبارح وانا يعني بشوف اللقطة الحمد لله الواحد يعني من عمد ربا سبحانه وتعالى كان مميز في الحتة دي فبصراحة خلينا اعيد زكريات تاني حتى والله جبت مبارح الفيديوهات بتفرج عليها لان دايما الناس تقول لك بلاش كورة طولية لا فيه على فكرة كورة طولية دي بتفرق بشكل كبير جدا مع الفريق انت بدل ما تقعد تنقل وتقعد فترة على لما توصل للمرمى هي كورة هي لمحة هو مبارح خلاص هو بص شاف لا مساحة فاضية ما عاملها البيرستاو بيرستاو يا جماعة حقيقي يعني ناس كتيرة جدا انا والحمد لله عند ربنا سبحانه وتعالى الواحد ليه نظرة دايما بيرستاو اول ما جاء النادي الاهلي كان عليه هجوم كبير جدا نفس الكسة هجوم على امام عشوره على ريدا سليم وحتى هنتكلم على مودست بس باين على بيرستاو ان هو من اللاعبة الكبيرة اوي وفرق مع النادي الاهلي الموسم اللي فات لما بيبقى في حالته في الحالة البدانية بتاعته وما فيش اصابات لا بيعمل فارق مع النادي الاهلي اولا من اللاعبة اللي بتمسكه الكورة وتروح على المرمى عنده الجراءة وعنده المهارة اللي هو يعدي امبارح الهدفين اعتقد شبه بعض لانه خلاص بياخد القرار بيعدي ويروح كمان في نقطة بتبقى مشكلة للمدافعين بيروح عليه المدافع دايما لما بيلاقي المهاجم اللي عليه او ايا كان حتى رقم عشرة بيروح على المدافع وفيكه ده بيعمل له ارتباك وده اللي حصل امبارح في اداء بيرستاو في الهدفين بتوعه بخلاف طبعا ريدا سليم كان هايل فيه لعيبة كتيرة جدا كانت مميزة امبارح كوكا بداية كانت مميزة ليه يغم انه عنده افضل من كده مع الوقت ومع الخبرات هيظهر بشكل افضل علي معلول لسه هو وحمد هاني لسه ما عندهمش الدافع او واخدين التعليمات من ميستر كولر ان هما يتقدموا بشكل كبير جدا عشان كده مودست امبارح طبعا خلاني نتكلم من الراجل جاي من فريق كبير جدا وهو بروسيا دورتمود طبيعي الدور الالماني وسرعة الدور الالماني والامكانات اللي موجودة بتخليه يقدر يظهر بالشكل كويس وبخلال الفيديوهات اللي احنا شفناها شوفوا كم العرضيات وشوفوا كم المساحات اللي هو بيخلقها لنفسه جوه الملعب فطبيعي تواجد محمد هاني وعلم علول في تشكل هجومي هو ده اللي المفاوض انه هيخلي مودست يظهر لان مبارح يعني ما شفناش كورة عرضية كتير جدا مفيش هجوم من الاطراف كان كله معظمه كان من شغل من نص الملعب وعن طريق بيرستاه وعن طريق ريدا سليم وعن طريق امام عشور انا مش هقدر اقيم مودست دلوقتي لاني باين عليه انه هو بعيد عن الملعب شوية بقاله فترة كبيرة جدا حتى موضوع التركيز بتاعه جوه الملعب تحركاته لسه فيها بط لسه مفيش انسجامة بينه بين لعب النادي الاهلي انا هقدر اقيم مودست والناس كلها على فكرة جمهور النادي الاهلي وكل الناس اللي بتتكلم في الكورة تقيمه مودست بعد اربع مباراة او خمس مباريات لان على ما يرجع للحالة البدنية بتاعته ويبتدي يتأقلم بعد اربع مباريات انا نتمنى ان هو يكون صفقة نجحة لان النادي الاهلي يعني مفتقد المهاجم حقيقي بجد فمش ممكن يعني هيكون حظنا يعني حظ النادي الاهلي وحش في المهاجمينة مش عارف في ايه بصراح يعني الموضوع انا واحد من الناس والناس كتيرها جدا هتتصدم لو يعني وحيات اغلى ما عندك حاجة مودست يعني اموس ايديك يعني خلينا نتكلم عنك ونستمتع بيك وما تخليش الناس ما تخليش الناس تتصدم والله احنا ان شاء الله هو سكين فيك وانا يعني على المستوى اللي احنا شفناها جماعة بتاع بروسيا دورتمون ده لا هيجي كسر الدمياه مش ممكن اللي احنا شفناهم برح ده ف Pokémon نبي أبوس APA ما تخليش حدلنلنا تتكلم عليه عشان الوحيد اللي كنت بتتكلم عليك وبقول عليه لعيب كبير جد فهتلاقي بقى تعطيع فينا والناس كلها اللي كنت بتتكلم فناتمنى يا رب ان شاء الله بإذن الله يعني حظنا يتغير معاك يعني نتمنى على الحظ بتاعنا يتغير معاك شوي طبعا فيه كلام كتير جدا وشعات نزلت على امام عشونا حابب انها تكلم على امام عشور لان بصراحة الحملة اللي ضده من ساعة انتقاله للنادي الاهلي اولا يعني حملة شارسة قوي وحملة ممكن مش اي حد يبطل ما عمش يستخاني مع الشناوي واصلي الشناوي ضربه وكلام ممكن نعفكر فترة اللي جاه تلاقوا الكلام ده واصلي الشناوي ضربه واصلي الشناوي شده من التشيرت وامام عشور غلط فيه واصلي الشناوي قالك انا مش هبقى موجود في النادي الاهلي لو امام عشور موجود جوه النادي الاهلي يا جماعة طبعا كلام يعني غريب يعني كلام مش 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 مكنه وطبعا اشعادت برضو على كهرباء وطبيعي طبيعي ان امام عشور هيتقاه يعني هيبقى عليه كلام كتير جدا الفترة الجاي بس الولد لعيب كويس لعيب كويس لعيب ممتع لعيب باين ان هو عايز يعمل حاجة مع النادي الاهلي وباين تركيزه فاتمنى جمهور النادي الاهلي يسنده صفقة نكحة وهيكون اضافة للنادي الاهلي وهيفرق بشكل كبير جدا مع النادي الاهلي في الفترة الجاي بس توفيق امام انا بحبك جدا حتى امام عشور هو مع الزمالك ومع المنتخب انا من اللعيب اللي كنت بستمتع بيها بصراح كنت بستمتع بيها لعيب عنده الشخصية عنده الجراءة عنده ثقة في نفسه جوه الملعب عنده امكانيات بتفرق مع اي فريق حقيقي بصراح بالتوفيق امام سد ودانك وملكش دعب حد وان شاء الله بإذن الله بتمنى لك التوفيق لانك انت لعيب موهوب وهتبقى اضافة كبيرة جدا للنادي الاهلي والنادي الاهلي هيديف لك في تاريخك بالتوفيق هنروح بقى النادي الزمالك وبرامتز طبعا مباراة مباراة كبيرة ما بين فريقين كبار بيرامتز عنده صفقات وعنده لعيب على اعلى مستوى النادي الزمالك بيمر بظروف صعبة جدا في الفترة الاخيرة على بسبب هزمته من ارتا سولار فريق مغمور وتكلمنا عليه الحلقة اللي فاتت المباراة دي يعني هنتكلم من بيرامتز طبعا بالامكانات اللي موجودة الناس كتير هتوعد تقولك ده هيكسب تلاتة وهيكسب اتنين واصلي بيرامتز احتمال ماتش ما يتزعش وناس مش عايز تفرج عن ماتش عشان قطر ان الزمالك هيتغلب بسكور كبير جدا لا يا جماعة خلا نتكلم برضو نادي الزمالك اسم كبير والمفروض اللاعبة اللي هي بتتكلم على مستحقاتها على مشاكل افصل مشاكلك الادارية وافصل مشاكلك حتى في العقود بتاعتك يعني حتى لو ليك مستحقات انساها من الاخر اللاعب الكويس اللي بيلعب في اهلي الزمالك لازم يقدر يتحمل المسئوليه مش عشان حتى يعني مش عشان حتى النادي يا اخي العب لنفسك انت مش بتتكلم بعقي ازتمنك بعشرين مليون في السنة وخمسة وعشرين مليون في السنة العب لنفسك العب اعتبر النادي الزمالك ده هو المحطة بتاعتك اللي هتخليك ان انت في يوم الام تيجي تجدد العقد بتاعك او عايزين يجددوا العقد معاك هتتكلم فراقك حقك بس عشان تاخدوا الرقم ده لازم يكون ادائك في الملعب الناس كتير جدا بتقولوا ان المباراة بيراميز هيكسب هو مسترح لا يا جماعة مع احترامي برضو الكورة بتدي لللي بيحترمها كورة بتدي لللي بيخلص لها كورة بتدي للروح اللاعبة جوه الملعب الروح جوه الملعب انتمائك للمكان اللي انت فيه مهما كانت الظروف بيبك بتمنى ان احنا نشوف مباراة مميزة ما بين نادي الزمالك وبيراميز عايزين نرجع تاني يبقى فيه منافسة عايزين تاني يبقى يرجع يبقى فيه زي ما بيتالك كده متع واحنا بنتفرج عالدور المصر اتمنى ان شاء الله بإذن الله تكون مباراة ممتعة نستمتع بيها وبلهاش توقعات اللعيب اللي هيحترم الخصم بتاعه وهيقدره وهجيب مثل بسيط النادي الاهلي بالامكانيات بتاعته امام اتحاد العاصمة الجزائري عشان كان نازل مش مركز واللعيبة نازلة مش مركزة خسر المباراة وخسر بطولة فعشان كده دايما بتكلم الكورة ملهاش علاقة بالامكانات ممكن تكون عندك امكانات عالية جدا بس ما عندكش روح وممكن تكون الامكانات عندك قليلة وعندك بعض الظروف اللي بتقابلك بس عندك روح ان شاء الله نتفرج على مباراة قويسة ونتمنى ترجع المنافسة ما بين اهلي وزمالك وبرامد ويمكن المصر مبارح برضه يعني عمل في اول ربع ساعة او اول تلت ساعة عمل مباراة مش وحشة يعني بس الامكانيات برضو الروح الروح هي اللي بتفرق مع اللعيبة داخل الملعب ان شاء الله نتفرج على مباراة قويسة ونستمتع بيها هنروح بقى على كامل كتير في الفترة الاخيرة وهو تشفير دوري المصر طيب مش يعني ما فيش مشكلة خالص على فكرة بس احنا ما عندناش كريستيانوالد يعني ما عندناش نمار ما عندناش ساديوماني يعني في اسماء كثيرة جدا مش مش موجودة عندنه يعني الكلام ده ممكن تشافه لو عندك الامكانيات وعندك الاسماء اللعيبة اللي انت دفع فيهم مليارات زي ما بتال زي الدور السعودي حق ان هو يشف عنده لعيبة يعني مش بمليارات ده ده معديني المليارات كمان بس عندهم اسماء لما روح اتفرج مثلا على الدور السعودي او اشترك في الدور السعودي فعندهم اللعيبة اللي تخليني ان انا اروح ادفع مبلغ عشان خاطر ان انا اتفرج عليهم فطبعا عشان انت تعمل تشفير لازم اولا عودة الجماهير بس تلفزيوني لازم يكون افضل من كده الاخراج لازم يكون افضل من كده الامكانيات تبقى افضل من كده كل ده هيساعدك ان انت تاخد الخطوة دي على فكرة انا مش ده ده بس ها اعمل الامكانيات رجع الجمهور الجمهور لازم يرجع يا جماعة من بارح برضو الواحد بتفرج على المباراة عدد قليل جدا من الجمهور موجود نفسي انه يرجع الجمهور تاني الدور السعودي يا جماعة كل المباريات الدوري كلها الاستاذ متقفل نفسي انه نرجع الجمهور تاني رجع الجمهور واعمل لنا نقل تلفزيوني على اعلى مستوى معلقين على اعلى مستوى رجع الامكانات دي كلها وشفر زي ما انت عايزت وهنا انتهت حلقتنا من برنامج زا ديفندر من اي ميديا سبارتس بتشرف دمه وتبعتكم والتحياتي لكم وانتظروني قريبا ان شاء الله ابراهيم سعيد